في الجلسة الأولى من المرحلة الثانية لاجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب دخلت قوانين وطروح جديدة طاولة النقاش إلى جانب قانون اللقاء الأرثوذكسي ولم يعد هذا الأخير بالنسبة إلى بعض الأفريقاء المسيحيين الملاذة الوحيدة لرفع الغبن في التمثيل المسيحي النائب روبيرغانم أكد أنه في المرحلة المقبلة سيجري الاتفاق على منهجية عمل اللجنة فيما اقترح النائب أكرم شهيب أن يعقد مجلس نواب جلسات مفتوحة حتى إقرار قانون انتخابي عصري يحترم اتفاقية الطائف منعا لتكريس حالات الانقسام وهذا يكون واحد مجلس الشيوخ على قاعدة القيد الطائفي اثنين انتخاب مجلس نواب على أساس لا طائفي أو طروحة أخرى ثلاثة إقرار المركزية الإدارية النائب علاعون أكد أنه ما زال في إطار المعالجة المطلوبة للعثور على حل ضمن الزمن المقبول يمازج بين رفض قانون الستين وإيجاد قانون جديد يحظى بالإجماع نحن اليوم وطم نطرح طرح الغائية أو إكسائي لحدا حقه علينا أي مكون يقول أنا لأ في حقه كمان يكسر البلد لا يمنعه شي يصير بس عندما نطرح طرح يحفظ حقوق الكل بالتمثيل ساعتها لأ ما في واحد بس يعمل بلوكاج النائب سامي لجميل أشار من جهته إلى أنهم تقدموا باقتراح الخمسين دائرة ودعموا لقاء الطرح الأرثوذكسي قائلا نحن منفتحون على جميع الاقتراحات ولكن تحت أي شعار أو عنوان لن نقبل أن يبقى تمثيلنا على هذا النحو اليوم كمان رجعنا طرحنا حل يلي هو أنه يحصل الانتخابات باللوكاج على أساس الأكثر ومش على أساس النسبة وبعرف أنه هذا الشيء بريح فئة من الطيار المستقبل يلي بتعتبر أنه ما في عدل بالنسبية لأنه في مناطق تحت سيطرة السلاح ومناطق منت تحت سيطرة السلاح أما النائب أحمد فتفت فرأى أن أي طرح نسبي تحت أي عنوان هو طرح إقصائي ونرفضه لأنه سيكون فقط في المناطق المفتوحة سياسيا يعني مطلوب مننا نقبل أنه في منطقة هي فيها انتخابات أكسرية ومناطق فيها انتخابات نسبية مطلوب مننا بشكل آخر البعض عم يقلنا وبتحديدا بحزب اللي عم يقولوا لنا مناطقنا محصورة لإلنا ومناطقهم يجب أن تكون مفتوحة لأنه مش أنك أي طرح نسبي بالنسبة لإلنا مرفوض رفضا باتا أما النائب جورج عدوان فرأى أنه إذا كان الأرثوذكسي ينتج الهواجس فنحن موجودون للمناقشة وهذا ما نقوم به في هذه اللجنة اللجنة أمام خيارين يأما تطرح بدائل أو يتوقف عمله هون وننتقل للهيئة العامة وأنا هون بدي لكم شغلي نحن بأسرع وقت ممكن مصممين إذا ما فيه بدائل نروح على الهيئة العامة وبالنسبة إلى طرح الشهيب فقد عرضه معظم النواب معتبرين أن مهمة اللجنة تتعلق حصرا بقانون الانتخاب إذن بدأت مرحلة التفتيش عن حلول جديدة للتوصل إلى قواسم مشتركة بين القوانين المطروحة ومن خارجها قواسم تهدئ هواجس كل طوائف وترضي جميع الأطراف ولكنها غير محصورة بسقف زمني محدد وكل ذلك قبل أقل من خمسة أشهر من موعد الانتخابات النيابية من ساحة النجمة كلارا جحة قناة الجديد